نعم مشاهدينا في فقرة تجربتي الآن سنتعرف على تجربة الناشطة الشبابية أمان زيد في الحجر المنزلي نتابع رمضانكم جميل أتمنى تكونوا بخير سواء كنتم بين أصدقاءكم في الغربة وكنتم بين أهلكم كيف نختار الأشياء المناسبة في هذا الوقت المتناهي مع الحجر الصحي كان هذا السؤالي بينه وبين نفسي ما أمان إيش بنسوي يعني في الآن الوقت كبير جداً ما فيه مثلاً ساعات معينة ما فيه وقت معين يعني لا ساتها سابع ولا شهر مش محدد وعدم التحديد هذا عمل لي كان تشتت بالأفكار والبرامج اللي ممكن أسويها وهذا سبب لي ضغط نفسي مع الوقت ففكرت بينه وبين نفسي إيش ممكن أسوي إذا أنا أضطر أقلس كده على توتر نفسي أو على الضغط نفسي طوالوقت إيش ممكن أسوي الأمان إيش ممكن أسوي بحيث أني أحتى وأحاول قدر إمكاني أشغل نفسي وأساعد نفسي أنه أواصل الجدول الحقي فكانت اليوغا هي أنسب حل بالنسبة لي كانت تاخذ من وقت حوالي عشر دقائق صار لي حوالي شهر إلى الآن وأنا أسوي اليوغا وحرفياً ما بقول زي ما يقولوا لناس تغيرت حياتي للأفضل لا 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 هدأت حياتي إلى الأحسن زي ما يقولوا وبالتالي أنا أنصح فيها كل شخص يعني حاب يشغل نفسه وحاب أن يكون رمضان هذا بالنسبة له هادئ وجميل و لطيف وأشياء كثيرة حلوة أبدأوا لأنه مع اليوغا في حيات كثيرة حلوة تنتظركوا بالنسبة لي بيسألوني عن كيف تكون التمارين تمارين سهلة كدا يعني كلها أغلبيتها تعتمد على التنفس والتنفس العميق والموسيقى تكون هادئة وتمارين خفيفة على الظاهر والأكتاف والأشياء هذه لأن المسألة مش هي يعني لا هي إنقاص وزن ولا أنه ليقلأ هي المسألة عبارة عن أنه تعمل أنه تهدئة للنفس وتعمل عن أنه مرونة للظهر والأكتاف يعني ومش أنه لا يعني ندري كيف فبالتالي مسألة اليوغا هذه ممكن تأخذ منها حوالي عشر رقائق بعض التمارين ممكن تأخذ ماكسمم عشرين دقيقة بس كلها تصد في مسألة أنه فعلا تهدئ نفسيا والله هابتي بروبتي مع الحضر ديوان رمضان 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 ديوان رمضان